الفريق الاستقلال الوحدة والتعادلية تدلو سيد الرئيس بسم الله الرحمن الرحيم سيد الرئيس سيدة الوزيرة الوحيدة إخواني أخواتي نعم كنت أتمنى حضور المكثف لأعضاء الحكومة خاصة عند بداية هذه الجلسة عثدنا على ذلك مهم سيد الرئيس هذه مناسبة بطبعات الحالة لنعبر عن تضامننا وشجبنا لكل الممارسات البشعة اللا إنسانية التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني الأبي بسم الله الرحمن الرحيم يتتبع الرأي العام الوطني والعربي والإسلامي والدولي بألم شديد وقلق واسع واستياء عميق عدوان إسرائيل الغاشم في حق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل وممارسته مختلف أنوال اعتداءات الهمجية التي تجسد إرهاب الدولة من أجل إبادة أصحاب الأرض ومحاولات تهجيرهم والاستلاء على أراضيهم وانتهاك المؤدسات الإسلامية ومشاعر المسلمين في جميع بقاع العالم إننا في الفريق الاستقلال الوحدة والتعادلية نثمن عاليا موقف جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس ثابت من القضية الفلسطينية وحماية المقدسات في القدس الشريف والوقوف في وجه الإجراءات الاستفزازية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهويد المدينة المقدسة وكذا حرص جلالته على تقديم الدعم اللازم والمساعدة الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني لتجاوز محنته سيد الرئيس ندين في الفريق الاستقلال الوحدة والتعادلية بشدة تلك الاعتداءات الوحشية التي لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا إصرارا على التمسك بحقوقه المشروعة في إنهاء الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات الشيادة الكاملة بعاصمتها الأبدية القدس الشريف كما نندد بشدة هذا التصعيد الهمجي أمام صمت مريب للمجتمع الدولي وتستره على الأعمال العدوانية التي تمارسها إسرائيل لتستمر في انتهاكاتها للمواثق الدولية والقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة نطالب أيضا بأن يتحمل المجتمع الدولي مشؤوليته الكاملة لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني ومقدساته والوفاء بالالتزامات الجماعية إزاء إسرائيل كسلطة احتلال باعتبارها المشؤولة عن تدهور الوضع والمس بالأمن والسلم والاستقرار بالمنطقة بسبب عدوانها ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له من أجل ضمان حقه في الدفاع عن حقوقه المشروعة سيد رئيس نجدد دعوتنا للمنتظم الدولي إلى الإسرائي بالتحرك الفاعل لنصرة القضية الفلسطينية ليس بالتنديد والشجب فقط لقد تعودنا واعتدنا على ذلك لعقود من الزمن أو استصدار البيانات الخطابية بل بالدفاع بكل الصياغ القانونية المتاحة عن عدالة هذه القضية ونصرتها والضغط على الأمم المتحدة لتتحمل مسؤولياتها التاريخية في إنهاء هذا الصراع الذي طال عمده واسترداد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتمكينه من حقوقه كاملة وفي مقدمته حقه المشروع في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة سيادة عاصمتها الخدس الشريف كمان نؤكد تضامنا المطلق واللا مشروط مع الشعب الفلسطيني الأبي ونسجل باعديزاز تمسك الشعب المغربي خاطبة ملكا وشعبا وحكومة بالدفاع عن القضية الفلسطينية كما عبر عن ذلك خلال المسيرات الشعبية التي جابت مختلف مدن المملكة يوم أمس رغم الحالة التي يمر بها المغرب والعالم بأكمله الناتج عن هذا الوباء إن ينصركم الله فلا غالب لكم صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا سيد الرئيس